اشتركوا في القناة والذي عقد اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري في دورته العادية الثانية والخمسين بعد المئة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وقد ناقشت اللجنة الوزرية تطورات الازمة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ومسهار العلاقات العربية معها وسبل التصدي للتدخلات الايرانية في الشئون الداخلية للدول العربية وقد اصدرت اللجنة الوزرية بيانا ادانت فيه ما جاء في الكلمة العدائية والتحريضية لامين عام حزب الله الارهابي اليوم العاشر بالسبتمبر الجاري وما تضمنته من اساءات مرفوضة لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية واستغلاله لمناسبة دينية من الواجب احترام وقارها وهميتها الامر الذي يشكل تدخلا سافرا في شئونها الداخلية يقصد به اثارة الفتنة والحض على الكراهية ويعتبر امتدادا للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الذي يعد احد اذرع ايران والمزعزع للامن والاستقرار في المنطقة وتؤكد ان هذا الحزب يشكل مصدرا رئيسا للتوتر مما يستجب ضرورة رجعه والتصدي له ولمن يدعمه وضرورة الزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات وكفة الممارسات التي تعرقل جهود احلال السلام في المنطقة وتؤكد اللجنة على رفضها المطلق لأي اساءة للرموز والقيادات وتدعو الحكومة اللبنانية الى ادانة هذه التصريحات والتدخلات السافرة من قبل احد مكوناتها الاساسية وذلك في اطار الالتزام بعلاقات الاخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية كما استنكرت اللجنة وادانت استمرار التدخلات الايرانية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين وقيامها بمساندة الارهاب وتدريب الارهابيين وايوائهم واثارة الفتنة والنعارات الطائفية وموصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المستويات بغية زعزعة الامن والاستقرار فيها وتأسيسها لجماعات ارهابية بمملكة البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الايراني وذرعيه كتائب عصائب اهل الحق الارهابية وحزب الله الارهابي ورحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى بسرايا الاشتر الارهابية في مملكة البحرين والتي تتخذ من ايران مقرا لها كمنظمة ارهابية وعدد من اعضائها على قائمة الارهاب ويعكس هذا الموقف اصرار دول العالم على التصدي للارهاب على الصعيدين الاقليمي والدولي وكل من يقوم بدعمه او التحريض عليه والتعاطف معه ويمثل دعما لجهود مملكة البحرين والاجراءات التي تقوم بها في تعزيز الامن والاستقرار والسلم فيها واكدت اللجنة على همية التقرير المقدم من مملكة البحرين الى الدورة الثانية والخمسين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية حول التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين خلال الفترة من يناير الى اغسطس 2019 والذي يؤكد موصلة ايران دعمها للارهاب واثارة الفتن لزعزعة الامن والاستقرار في المملكة بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي واكدت اللجنة على دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها واخذت اللجنة علما باستضافة مملكة البحرين للاجتماع الاسكري الدولي الهام الذي عقد بتاريخ الحادي والثلاثين من يوليو 2019 لبحث الاوضاع الراهنة بالمنطقة نتيجة التهديدات التي تهدد امن وسلامة الملاحة الدولية بالخليج العربي والذي يأتي تأكيدا لمساعي مملكة البحرين الدؤوبة وسياستها الثابتة والمرتكزة على المشاركة الفعالة لتوفير كل سبل الامن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك مع الاشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين واستنكرت اللجنة تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حول استضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع واكدت اللجنة ان هذا التصريح يعكس نهج ايران الذي يتناقض تماما مع كل ما فيه خير وصالح دول المنطقة وشعوبها ويعكس اصرارها الواضح على عرقلة كافة الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز الامن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والمنطقة باسرها كما ادانت اللجنة الوزارية استمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية واستنكرت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الايرانيين ضد الدول العربية